النهاردة تم الاعلان عن طاقم حكام اسباني للقيادة كمة الاهلي والزمالك حكم ساحة ليخندرو رويز ومعا مساعد اول ديجو سانشيز روخو ومساعد تاني فابيان بلانكو وحكم رابع فرانشيسكو خوسيه وحكم الفيديو ساندياجو جيمي لاتري ومساعد حكم الفيديو الاخر ميجيل انخل اورتيز دي التشكيلة بتاعة الحكام في مباراة القمة طيب بالمناسبة بريرة كان متمسك بفكرة طاقم تحكيم مصري لادارة هذه المباراة الاهلي طلب حكام اجانب والاهلي تكفل بالحكام الاجانب بالمناسبة اتقال كتيري النهاردة انه الاهلي دفع سبعين الف دولار لاستخدام طاقم التحكيم الاسباني الى مصر غدر ان شاء الله الرقم الحقيقي هو خمسين الف دولار من سبعين الف دولار خمسين الف دولار بيتم ارساله من اتحاد الكرة شاملين بقى كل شيء الانتقالات والاقامة وكل شيء خمسين الف دولار ده طبقا ليه اللي عايز حكم اجنبي او طاقم تحكيم اجنبي بيدفع خمسين الف دولار ودفع النادي الاهلي هذا الرقم رقم كبير نتمنى ان طاقم تحكيم الاجنبي يشوف مباراة تقام باذن الله وياخدها باذن الله ان شاء الله طيب تاني بريرة كان حاطة طاقم تحكيم او طاقمين تحكيم مصري لهذه المواجهة الاول بقيادة امين عمر والتاني بقيادة محمد معروف دول اتنين حكام ساحة ومعهم طاقم تحكيم اللي كانوا مفروض مرشحين لادارة مباراة حكمة ولكن خلاص الحكام الاجانب بكرة موجودين في القاهرة طاقم التحكيم الاسباني طيب مين بقى الحكم الاسباني عليخاندرو رويز اللي هيدير هذه المواجهة انا اقول لك شوية معلومات عنه هو حكم دولي اسباني من موليد عام 1991 حجم شاب يعني 33 عام بدأ مسيرته كحكم في الدرجات الاعلى بداية من موسم 2021 ادار الحكام الاسباني الصاعد خلال الموسم الحالي 26 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية اشهر خلالهم 125 بطاقة صفراء بمعدل 5 بطاقات صفراء في المباراة الوحدة بجانب اشهار 5 بطاقات حمراء ده بشكل عام على مدار مسيرته ادار الاخاندرو مونيز رويز 183 مباراة في مختلف البطولات اشهر خلالهم 947 بطاقة صفراء بمعدل 5 بطاقات صفراء في المباراة تقريبا بينما اصدر 65 بطاقة حمراء ده بالنسبة لحكم او طاقم تحكيم المباراة ان شاء الله اللي بإذن الله تقوم بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة